كيف تقرأين سياسة حكومة السوداني مع دول الجوار تحديدا؟ يعني هو قال إن العراق يتجه لشراكة اقتصادية تتضمن مشاريع استراتيجية كبرى مع تركيا مثلا؟ تحية طيبة لحضرتك أستاذ الحيدري والكافة مشاهديكم الكرام اليوم تصريحات السيد السوداني تنم على أنه ماضي في سياسة جديدة لإدارة الدولة العراقية وأيضا يركز على مشاكل كانت لطالما تصدر عبر حكومات سابقة متعاقبة منها أولا التدخلات السافرة من قبل دول الجوار في العراق وأيضا الاعتداءات المتكررة من قبل هذه الدول على الأراضي العراقية بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني وأيضا حزب القوملة الإيراني بالتالي اليوم وقع العراق معاهدة محضر أمني مع الجانب الإيراني برئاسة السيد قاسم العرجي مستشار أمن القومي وعلي شام خاني أيضا من الجانب الإيراني يتعهد كل الطرفين بحماية الحدود وعدم الاعتداء من قبل أي دولة على الدولة الأخرى وأيضا هناك اتفاقات اقتصادية وسياسية وأمنية تمت مع الجانبين العراقي والإيراني وأيضا الجانب التركي وهناك مناقشات كانت من قبل سيد السوداني مع الحكومة التركية بشأن ملف المياه وأيضا بشأن وقف الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية وأيضا رفض العراق أن تكون أراضيه منطلق للهجمات في تلك الدول هذه السياسة والنهجة الجديد هو ذاهب إليه لأجل أصلاح البنى التحتية للدولة العراقية حيث تسلمها بني متهالكة حسب تصريحاتهم طبعا واليوم العراق يكون في مصاف الدول التي تكون متقدمة نوعا ما بسياستها حسب ما كنا في السابق كان العراقي انتهت سياسة المحور الواحد اليوم هو يتعامل مع جميع الدول بمصطرة واحدة ومن يتتبع خطوات السودانية يراه أنه يعمل على ثلاث محاورة الأولى هي الخدمات حيث سمي هذا العام بعام المشاريع وأيضا انطلق خطة للتنمية المستدامة حتى سنة 2050 هذه لأول مرة في عهد رئيس وزراء يركز على إعطاء خطة خمسية أو عشرية الذي دعم الاقتصاد العراقي لأن اقتصادنا رائعي وهذا يشكل خطورة على الاقتصاد العام بالتأكيد هي الأبرى في التنفيذ تنفيذ هذه الخطط وهذه المشاريع السوداني يؤكد أكثر من مرة أن الفساد كما قال تحدي يواجه الدولة وأن إرادة مكافحته في المرة الأخيرة قال لم تتوفر لدى الحكومات السابقة لمكافحته يعني الحكومات السابقة لم تكن جادة في مكافحة الفساد كيف تقيم خطوات حكومة السوداني في مواجهة الفساد هل هي جادة فعلا؟ طبعا حسب تصريحات اليوم هو الرجل الماضي بجملة من الإصلاحات لكنه هذا لا يغض النظر على أن الفساد لا يقل خطرا عن الإرهاب وأنه لا يغض النظر أيضا أن العراق يتربى على رقم 157 من أصل 180 دولة بأكثر الفساد في العالم ولا يغض النظر على أن هناك تم هدر 450 مليار دولار منذ 2003 لحد سنة 2015 من أصل 850 مليار دولار هذه الأموال كلها منهوبة وخارج العراق وأيضا صفقة القرن الأخيرة حيث هو صرح الرجل قال أنه يجب محاسبة المتسببين بهذا الصفقة وأيضا إعادة الأموال التي سرقت إلى خزينة الدولة أولا هلن يكون هناك حديث عن الفساد الفساد اليوم أصبح منظومة داخل الدولة العراقية في كل مفاصلها أشارت إليه ممثلة الأمينة العامة الأمم المتحدة أن الفساد أصبح ينخر في جسد الدولة العراقية وأيضا أصبح منظومة هناك مافيات تعتاج داخل الدولة على منابع للفساد منها المنافذ الحدودية وأيضا الأمانات الضريبية والقمارق هذه كلها أشار إليها السيد السودان أنها تكون بالتحقيقات تدار من قبل الموظفين الموظفين تابعين لأحزاب اليوم ويتم التحقيق معهم هذه الخطوات الإصلاحية للمشهد السياسي العراقي اليوم لم نراها عبر حكومات سابقة متعاقبة كانت هي فقط تصدير الأزمات وتدوير المشاكل الخطوات الواضحة اليوم هي خطوات أعتقد نوعا ما جدية الرجل يهتم بالاقتصاد والخدمات وأيضا لأول مرة منذ سنوات هناك أصبح رد من هو ما بين المركز والإقليم والعلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية ما بين المركز والإقليم بأفضل حالاتها من قبل كل الطرفين